ومن القاهرة تنضم إلينا الدكتورة أماني الطويل مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور أماني كيف تنظرين إلى الطلب الإثيوبي اليوم بتحديد المهام المكلفة للمراقبين أهلا وسهلا بك الحقيقة يعني يصير الدهشة طبعا ويمكن وصفه بنوع من أنواع النزق السياسي لأن وجود المراقبين كان بناء على طلب إثيوبيا إثيوبيا طلبت بوجود جنوب إفريقيا الاعتبارين الاعتبار المعلن هو أنها رئيسة الاتحاد الإفريقي الاعتبار المضمر أن هناك علاقات جيدة بين إثيوبيا وجنوب إفريقيا ما أقدمت عليه إثيوبيا يثبت اتجاهات التفكير التي تقول أن إثيوبيا لا تنوي أن تقدم على الالتزام بأي نوع من الالتزامات أو توقيع على أي نوع من الاتفاقات وأنها تريد أن تضع الإقليم كله أمام الأمر الواقع بملء أحادي بتصرف وانفرد وأتصور أنه في هذا السياق من المطلوب أن يتحرك الاتحاد الإفريقي هذا النزق الإثيوبي لأن نحن مقبلين على فترة عدم الاستقرار في الإقليم وهو أمر يهم الاتحاد الإفريقي في المقام الأول الأطراف الدولية أيضا الضالعة سواء واشنطن أو الاتحاد الأوروبي الذي كان حاضرا كمراقب أيضا في هذه المباحثات عليهم مسؤوليات الحقيقة نحن نرى هذه الأطراف لا تمارس أي نوع من أنواع الضغط المطلوب على إثيوبيا وتسمح لها الحقيقة بخطاب غير منطقي على الإطلاق سواء داخلي أو إقليمي أو عالمي 48 ساعة وتنتهي المدة التي طلبت مصر بألا تتجاوز المباحثات هذه المدة وهو الثالث عشر من هذا الشهر ما الذي يمكن أن يحدث خلال هذه الساعات؟ أنا لا أظن أنه هيتم تجاوز للوقت المحدد لأن مصر في بيان وزارة الرأي أمس حددت بشكل واضح محددات لهذه المباحثات من ثقفها الزمني لطبيعة المحددات السياسية التي تتحرك تحتها القبول بتمديد المفاوضات هيكون قبول بمنطق الإثيوبي وهو منطق لا يؤدي لأي مكان في الحقيقة دكتور أماني الطويل مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية كنت معنا من القاهرة شكرا لكم